السلام عليكم حبائي. اليوم ان شاء الله راح نسوي وياكم عصاير رمضان. فاهنا انا راح نجيب شنو قمر الدين وعدنا الترشانة. فعني لها المرة راح ابيض اسوي وياكم قمر الدين. والمرة السابقة لان كنتم سوي بيها الترشانة راح نزلكم رابط الفيديو على اول تعليق وايضا بصندوق الوصف. فهذا عدي القمر الدين الحجم الصغير. مجرد راح افتحها هالشكل واخليه في هالسراحية او كاسة. وراح ابدي شنو اقلبه على مشنو انطيه طراوة اكثر ولو هو جديد يعني انتي تعرفين لازم اذا هو كان قاسي فيبين انه قوي يكون يعني قديم بس اذا كان هالشكل طري كلش يعني جديد مو قديم. فشوفي هو كان كلش زين ما شاء الله عليه. فراح ابدي اسوي هاي الطريقة واجي اقطعه احاول اقطعه واخليه بهاي الكاسة. فشوف الشان هو طريق. انا انا عني راح اجهز المي مغلي. لازم يكون درجات الحرارة ما لتتكون كلش عالية. فراح احاول اقطعه او اخليه بالكاسة. وذا انتي عندك الطرشانة ايضا نفس الشيء ممكن تخليها بالكاسة هالشكل بس مجرد تغسليها لانه حتى هاي جديدة مثل ما يقول بس تنطي اتربة. واذا كانت يعني اليابسة هم ممكن تصير بس شنو لازم تتنقع قبل بوقت. علموا تنغسل كل جزين ما يبقى بيها اي اتربة. يعني حتى هاي الطرشانة وقت اللي اسويها هم تطلع بيها اتربة. فالشيء طبيعي. هالشكل شوف شون راح اقطعها. وخلاصها هي. شوف كميتك كلش قليلة. بس احنا راح نسوي سراحية وحدة. هالشكل راح نجيب المي المغلي. ونديره عليه. حبايب اذا وصلتوا لهنانا فلا تنسون تخلولي لايك حتى تشجعوني على الاستمرار. والفيديو مالتنا يصعد. شوف شون المي مالتي. يعني درجة الغليان مالتة عالية. على مود يعني يطرأ بسرعة او يذوب. فبهالشكل هذا شوف شون راح يبدي يغير. ما يحتاج لأي مجهود. كلش سهل. يعني ممكن تسوي الصبح. وبعدين العصريات راح يكون باردة اندجت. يعني ما ياخذ مني اي وقت. راح اغطي على مود شنو. يصير بدرجة حرارة الغرفة. وبعدين اجي اشتغل بين مرحلة ثانية. اهنا عدنا شنو. عدنا النومي بصرة. يعني فتحفنا ما نومي بصرة. نجي اول مرة نكسرها اكيد. واذا كان نومي بصرة مالتكم الامريكي الخاص ما للعصائر. ما يحتاج اه اه اتفلسي. يعني طلعين النوع اللي بداخله. بس اه اذا كان نفس النوعية اللي ااني استخدمتها. لا هذا لازم انه انفلسه ونطلع النوع لانه كلكم تعرفون اذا تبقى بي حبة نوع وحدة راح تنطيلة مرارة. وهذا الشي احنا ما نريده بالعصير مالتنا. ورح نبدي انطلع النوع كليتها. بعيكم حبة بس فقط اللي راح نشتغل بيها ونسويها عصير. بشوفة شان. سوينا اهم خطوة ورح نجيب ايضا المي الحار ورح نديره عنهم يبصرة مالتنا. وبدأ يطلع اللون مالتة بهالشكل هذا. راح انتظره لحد ما يصير بدرجة حرارة الغرفة. وبعدين ايضا اغطي. وثاني يوم الصبح. ان هذا يحتاج ديالة كاملة ان يتنقع. ثاني يوم الصبح اجي اكمل باقي الخطوات. راح نجي نشتغل بالعصير مالتنا. وبعد ما ذاب وصار بدرجة حرارة الغرفة راح نجيب هاي الخفاقة الهند بلندر. ورح نبدي نخفقها طبعا هاي الخفاقة منتازة. او اذا ما عندت شاي الخفاقة ممكن تخليه بالخلاط يعني ما العصائر. هم نفس الشي. وما شاء الله عليه بدقايق صار يعني شكله وطعمه فتشي كلش روعة. طبعا الشكر اضيفه حسب اللي انتو قد يعجبكم تخلون شكر. خلينا بقالب من الثلج. او مكعبات الثلج نفس الشي. او راح نصبه هالشكل بالقلاس. شوف اش نطلع ما شاء الله اللون مالت روعة والطعام ايضا كان روعة. هاي عصائر اه تروي الصائم. وضرورية على المائدة مع الافطار. اذا كان نومي بصرة او الترشانة او عصير المشمش القمر الدين يعني لها عدة تسميات. وحتى تمر هند ايضا همي ان عصير تمر هند هم كلش طيب. فيعني هاي العصائر كلش منتازة للشهر الفضيل. اوجهز انه عصير قمر الدين. وهذا كان شكله. كلش الطعمة طيب. جربوا وبعد كل واحد الى طريقة كيفكم انتو. وراح نبلش اهنانا بشنو? عصير انو مي بصرة مالتنا. طبعا هاي بعد الليلة كاملة شوفوا شون ذا باللون مالتا. راح نبدي اهنانا نصفي. ضروري نصفي. وايضا اهنانا راح نخلي علي الشكر. الكمية اللي انتي حابة انه تستعمليها يعني كمية قليلة مهواية. وخلاص اصبح جاهز. بس اللي بقى عندي ما نومي بصرة شرح اسوي به البثل. راح اخلي بالقوري. او اخدره. واسوي تشاي للعصرية. تشاي النومي بصرة. يعني ما راح اذبه. راح استفاد من عنده مرة ثانية. واذا ما حابة سوي تشاي نومي بصرة. ممكن انه تنقعي مرة ثانية بمي مغلي. مي حار. وراح تاخدين سراحية ثانية. من شنو? من عصير النومي بصرة. اني هالشكل اسوي هاي طريقتي. حتى ما اذبشي استفاد من عنده. اكبر شي اكدر. اكتر شي اكدر استفاد من عنده. اها اها خلينا المي. وراح نخليه على النار. ويصرنا تشاي نومي بصرة. وانا العصير هم مالدنا صار جاهز. ويا محلة. هاي العصير مالدنا لشهر رمضان مبارك. ان شاء الله حبيتوا استفاديتوا من عنده. الطريقة مالدنا. فحبايب لا تبخلونا علينا باللايك. على مود تشجعونا ونستمروا اياكم. وربي يتقبل من نوامنكم الطاعة. ومع الاف سلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.